الآن مشيخنا فائدة المذاهب الفقهية الخروج من الفوضى الفقهية التي نعيش يعني ما هي ونسير أو الطريق أن نخرج من الفوضى الفقهية التي نعيشها يكون عندنا مذاهب فقهية مستقرة نسير عليها بدون هذه المذاهب الفقهية نعيش في فوضى لا نهاية لها يعني أعطيك مثال الآن خلينا في دراستنا الجامعي إذا ما كان طبعا الحمد لله السنة هاي رح في قبول على كلية الفق الشافح بدأ يعني فالحمد لله فالآن الفصل هذا في استقبال يعني يعني سجل سجل هاي دا أتى تزي جمانة تمكيك كمان سيش بل تمت بصي جمانة اه نعم خصر في دخل بس أولها أنه أقصد صار كلية خاصة بالشاق الحنفي الحنفي كلية خاصة بالمذهب الشافعي كمه اه بعد المشار ثمانين دورتار في جام اه كله نفس الترتيب ثمانين هاي تعليم بس أتطولش فصل الفصلين بروح يعني قرار مؤقت يعني أتوقف من هولا نهاية الفصل بيعود بنظر فيه يعني بس النتيجة إنه صار فيه كلية ايه متخصر فالآمستان تقول لش أي شيخ أولا نشتك هذه الدورة اه قررنا مطلب سأنا سؤالي والآل الوازي هذه الدورة 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 العادية ونظرنا نفس المساق ونفس الشيء لكن مرعنا لكن في مخرج أغلب من الأخوة المجدين الدورة مرستية هلو شنهم ظل بكلوروس مساكيزة على حاليا حيثم قليل قد يطب عليهم مصارب وزيادة طيب الآن نرجع لموضوعنا إنه الآن تعالح للي مشكلة ايف الفوضى الفقهية خلنحكي في الدراسة الجامعية إنه يصير كل يدرس نفس الشيء ونفس النمط ما هي الوسيلة لذلكة بس نقرر كل يتفقه حنفي غصب معنى ندرس نفس الشيء بس نقرر كل يتفقه شامع غصب معنى راح ندرس نفس الشيء اللي ما بدرسش فقه شامع وكل يتفقه شارس ندحته عليه صح؟ أنتم يعني أخصب كيف الخروج من هذه الفوضى؟ في الإفتاء بس يقرر المذهب شامع أو يقرر المذهب حنفي تنتظم أو لا تنتظم في العمل الآن في المساعدة شو المشكلة إنه كلهم يدرس ما يريد ويقول لأنه ما في منهجية واضحة صح؟ فالخروج ما هو طريقه؟ ما هو الطريق الوحيد؟ العمل هو موجود مدهب فقه بعدية ما شيخنا هاي الشيخ فراس صح صح معنا يلا الآن شيخ فراس التلاعب والنقطة الثانية عدم التلاعب بأحكام الدين العوامل الآن كيف نطلع العوامل المشكلة يا شيخ محمد إنه أنا رأيك كذا وإنت رأيك كذا عوامل تناقش بالإحكام الشرعية مثل ما بتناقش بالسيارات والطيارات وفي كل إشي كيف العوامل نخرجه من هذه الدائرة؟ كثير على فكر هذا هذا كثير جدا جدا بس يعرف العامل يا شيخ محمد أنك أنت أفتيت بمذهب الشافي فيعلم أنه لا يستطي أن يفتي كما أفتيت إلا إذا درس مين؟ مذهب الشافي مذهب الشافي الآن حددته ولو ما حددته بس يرى أنك تختار من الآية والحديث هو طوار مقتفات حداعة الحرعان الكريم ويسمى أحاديث فيتجرع على دين الله يعني منع العوام من التلاعب والدين ما هو طريقه مذهب مذهب فقهي هاي أمامكم عبارة مثلا اليتفي محمد إبراهيم يقول فمن هم يا ترى أهل الاستنباط من هم أحفظ حديث أو حديثين أو مشغول في تجارة أو غيره يعني إلا هذا الطلب قبله محمد حسين مخلوف يقول إن تحذير عامة الناس وخاصتهم عن التقليد ونهلهم عنه مطلقا بالله خلنه أخذ معها في كلام شوي غريب نقل عن ابن تيمية رحمة الله عليه له كلام فيه تحريب التقليد وكان حنبلي بس ما بعرف هذا اللي طلع يعني وماشى على هذا الكلام مين ابن القيم طبعا هذا الرباعي نفس البعض يعني مع بعضهم يعني دائما ابن تيمية حكى ابن القيم طريقه دائما التدليل لكلام ابن تيمية والشوكان والصنعان يسيرون على نفس الطريق فهم الأربع واحد بس للتكثير فأثار نقطة إيش إنه التقليد حرام محمد حسين المخلوف له كتاب كامل في رد هاي الشبه هكذا اسمه بلوب السوي في رد شبه إنه التقليد حرام طب كيف يعمل التقليد حرام؟ العوام ماذا يفعلون هذا التقليد؟ هل معقول عوام يتركهم يجتهدون القرآن والسنة؟ فهنا بقول يعني تجريء الأوام على الدين بنقل آثار تمنع من التقليد ماذا تفعل بنا؟ ستوجد شر مستطير لن نستطيع أن نوقفه هاي في كلام كثير جدا بخصوص هذا طيب هذا الكلام على الشيخ هاشم الآن عشان درس له شوية حديث مزهرهم يرى يا شيخ هاشم بس يصير ماذا في فقهة يمنع بعض المشتغلين بالعلم من الجرأة على دين الله خاصة المشتغلين بالحديث من أكثر الناس الجريم هم بيعتقدوا طالما أنا أدرس حديث ومطلع للحديث وكل الأحكام مرجحة للحديث فإذا أنا أقدر على الكلام في العقائد أقدر على الكلام ايش؟ في الفقه أستطيع أتكلم في كل شيء في الدين تجد من أكثر الناس جرأة في الدين منهم ابن عيينة ماذا يقول؟ يقول أنتم سحنة عين لو أدركنا وإياكم عمر بن الخطاب لأوجعنا ضربا بس شفهم جرئين على الدين عمر بن الحارث يقول ما رأيت علما أشرف وأهلا أسخف بس الكلمة صعبة من أهل الحديث ليس مقصد أهل الحديث في نفسه بس يقصد الرواية الذين لا يدرسون العلوم ولا يضبطونها رأيتم؟ في كلام هاي في صفحة يقول الغمار يقول وجدنا كثير من الحفاظ يعني السابقين يعني كانوا لا يدرسون العلوم الأخرى فعندما يتكلموا بالمساء الفقهية يصدر منهم شيء يعني فيه عيب يعني ليس قوي يعني علميا في كلام طويل في ذلك ولهما أجمل عبارة منقولة عن الأعمش عندما كان في مجلس أبو حنيف طبعا من تلاميذ الأعمش فإذا وقعت مسألة في مجلس الأعمش يسأل عنها مين؟ أبو حنيف أبو حنيف يقول حسبك يعني يفتيه ثم يقول ما من أين أتيت فيأتي بالأحاديث فيقول حسبك ما حدثتك به في مئة يوم تحدثني به في ساعة ثم قال هاي العبارة المشهورة معشر الفقهاء أنتم الأطباء ونحن الصيادلة أقصد كيف نوقف جرأة الشرعيين عن التكلم في العقائد والفقه من غير علم؟ يا عمي إذا كنت دارس مع الحديث مذهب فقه تفضل ابتقيه إذا ما كنت دارس مذهب فقه وأنت مشتغل في التفسير أو الحديث إذا ماذا عليك أن تمسك؟ والألطان عندك تجرب يا شيخ هاشم في هذه من جماعتك بشترب الحديث؟ طيب إنهم يفتوا على ضوارن الأحديث المنسوقة يعني هم عندهم فبوت الحديث سنداً لا فبوت عمل وتقول لك إذا وعد عن النبي وثبت حديث يجد العمل به وإن لم يعمل به أحد المقدمة بسيصلة صلاة النبي في واحد لنا الشيخ كبر بين استجدتين الكبر بين استجدتين؟ طالب علم لحيدة عندي الحار فقهو شو بتعمل بطلي كان لدي وكبر في كل الخطي موافع وعلم الناس فتشاهد بين استجدتين فقهو شو بتعمل بطلي كان لديها جاسة فتشعود موافع أصببك عادي بين استجدتين كبر بين استجدتين فقال الناس هذا المسحل اللي تربطت العين آآ آآ مصدوك ورد الحديث نعم نسو عمل به لم يعمل به وجبل عمل به صرد ليه صرد صرد حديث هذا؟ جميل الآن النقطة ثمانية ستين يا شيخنا اللي هي أصعب من العوام المشتغل في الحديث هاي انتو بتخصتوا انتم انتو بتخصت الشيخ مأمون هاي نقطة ثمانية ستين سبحان ثمانية ستين نقطة ثلاثة القائلون بالفقه الانتقائي او الاجتهاد الانتقائي اللي هو مضيعة علم الشريعة في هذا الزمان ليس يهمون المصطلح الفقهي انه فقه مقارنة المهم انه يجوز لنا ان نختار ونأخذ من المذاهب كما يحلو لنا طب اول شي يا شيخ فراس بدت تختار كون عارف عارف القول الذي تريد ان تختاره انه مذهب فقهي وكيف يمكن كذلك الا اذا درست مذهب فقهي فعندما تقول انا اخترت قول حنفية طب هل درست انه هذا القول صحيح تابت عن حنفية وما هي قيوده وما هي ضوابطه فعبنا على ايش اخترت فحقيقة فكرة الفقه الاختياري الانتقائي ان نختار كيف شئنا من اي مذهب بدون حفظ ودراسة للمذاهب وبدون اصول الترجيح وبدون هذه من الافتدعات المنكرة التي شاعت في هذا الزمان وجعل الطلاب الشريعة في الفقه يدخلون في الدراسة ويخرجون لا يعرفون شيئا لانه اقوال وارا اقوال لا صحيح نسبة الاصحابها ولا عارفين ليش يختاروها ولا ولا فكانت سبب ضياع العلم سبب كبير جدا لضياع العلم الشمعي اللي هي المدرسة ايش مشايخنا المدرسة الانتقائية وهي امامكم كلام هذا يعلو يسفد جهود تحت عنه سيدة يقول ولو طبعا قوله انظروا عبارة جميلة للكوثر يقول ومن يتذبذب بين المذاهب منتهجا اللامذهبية في الدين الاسلامي فهو اسوأ وارده من الجميع وللعلوم قوائف خاصة تختلف مناهجهم حتى في العلم الواحد ايش معنى الكلام يقول اسوأ فئة موجودة واحد ما عنده مذهب فقه الله صعبة هاي واحدة اثنين بقول لك يا عمي اي واحد بده يدرس اي علم في الدنيا لابد يسلك احد مسالكم اللي بده يدرس الفلسفة لابد يختار مدرسة فلسفيه يدرس من خلال هالفلسفة اللي الذي يريد ان يدرس الطب عندهم مدارس في الطب لابد ان يسلك مدرسة فهذا موجود في كل علوم فكيف تريد ان تتعلم الفقه وانت لم تسلق ايش مدرسة من مدارسي اذاك ايش اسمه درجاني جاي هاي امامكم ترى كلام جدا ممتاز الكوثري يعني متل السهمة في محله هاي يوسف الدجوي هذا معلماء مصر على ما اذكر او الشام يقول ولا عمر الله اني لا ارى اني لا ارى هذا الرأي الا فتحا لبناء الاهواء التي تجعل كتاب والسنة لعبة لأولئك المتهوسين الذين هم من ذوي الجهل المركب الجهل المركب انك يعني لا تعلم انك لا تعلم يعني بالظل نفسك انك تعلم بس بالحقيقة انك ايش لا تعلم يعني هو مرحلة متقابة بيعتبروا عيب في نفسه جميل هاي عبدالعزيز العين السود من ترك هذا التقليد وانكر اتباع السلف وجعل نفسه مجتهدا او محلقا واستشعر من نفسه انه يصلح الاستباط الحكام وجوبت الملك فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه او كاد ان ينخل اه ما شيخنا ما رأيكم بعدها صعوبة وعسر استنباط الاحكام من القرآن والسنة المتأخرين يلا يا شيخ عبدالفتاه اتفضل احكيينا لواحد متأخر كيف بدي يستنبط احكام من جديد وبيفسر على ظاهر الحديث فقط اول شي لازم يكون عنده اصول كاملة هاي مفروغ منها صح اتفضل اعرضين هيئة قياس تستخدمها ما بصير تقلد الشابع في طريقه في القياس لانه طالما تريد ان تقلده في الاصل روح قلده في المذهب وريح راسك صح طالما انك تريد ان تكون مجتهد مطلق لابد ان تبين لنا طريقة وهيئة جديدة في القياس هيئة ايش جديدة في الدلالات صحيح وفي غيرها من قواعد الاصول اثنين الان الاشكالية وينما شيخنا لو كان عنده هذا الشي بدي يكون تجمع في المسألة الواحدة الاحاديث والروايات الواردة الان لو وجدت في كتب كثيرة تطبع في الاسواق جزء في حديث كذا يعني حديث واحد يجمع الطرق والشواهد له فتخرج مئة صفحة سبعين صفحة بس حديث واحد بس يجمعه طرق وشواهد ومتابعاته فعليه يجمع في هذا الموضوع كل ما يتعلق من احاديث والآيات وآثار الصحابة وكل حديث من احاديثها شو عمل فيها يدرس اسانيدها وما بصير يقل بالذهب ولا بالحجر انه هذا ثقة وانتهينا لا بد يطلع على اقوال علماء الجرح والتعديل هو كل رأي في هذا الرجل لانه اذا يريد ان يقلد شخص في علم الرجال ان يقلد المجتهد المطلق احسن له صح فهمتو ها فعليه ان يحكم على كل رجل بعدما يحكم على كل رجل يحكم على الاسناد بعدما يحكم على الاسناد يحكم على الاسناد مع المتل ويرو على الحديث الثالث والرابع والخامس على نفس هذه الطريقة من يستطيع ذلك وبعدما يخلص هاي الشغل الطويلة بعدما ينهيها بدو يستخدم اصول هو يمشي عليها مع الآيات والاحاديث ويجمع بينها وفي النتيجة رح يخرجلنا بقاعدة فقهية هي خلاصة ما وردنا الاحاديث هذا الامر حتى يتمو احتاج ستة شهور سنة سنتين ثلاثة احنا لسه ايش في موضوع واحد اذا الامر صعب وبعيد المنال جدا لاحظتم المسألة كم هي صعبة في غاية الصعوبة وبالتالي وجدنا مين وجدنا المتأخرين تركوا هذا الطريق لمعرفتهم صعوبته اما عند المعاصر هو يظن الفتوى متعلقة بأي رواية اسمحها بدون جمع واستقصاء وصول فلذاك تجرب لذاك بعدما قال الدهلوي هذا الكلام وقرر اللي حكيته الكرياء ماذا يقول بناية سبحانه 269 وبالجملة فالتمذهب للمجتهدين سر ألهمه الله تعالى العلماء يعني هذا شيء ان الله يسره وجعل العلماء يسيرون على ايش على منواله لاحظتم الان بعدها النقطة الرابعة يسر استخراج الاحكام هذا الرجال بعدما جمع الايات والاحاديث وشلع قلبه بقسد شهر لسنة وهو يشتغل بهاي الطريقة شيخ رافع بعدها راح يخرج خلاصة هاي الاحاديث قاعدة صغيرة صح؟ والقاعدة هي يستخرج منها الاحكام انا اذكى منه في هذا الامر ذهبت واخدت القاعدة من الشافي اخدت القاعدة من ابي حنيفة فشغله ست شهر وسنة وسنتين انا اخدته بدقيقة لمجتهد معتبر محترم ففي اي مسألة معاصرة في المعاملات في العبادات في الاحوال الشخصية نسأل عنها تجيب بدقيقة بتتذكر القاعدة في المذهب الحنفي ايش هي؟ وبتخرجها منها ملحظة فصار عندنا يسر استخراج الاحكام من الاصول والقواعد بينما هو مسكين لسه شغال ايش؟ في الروايات والاسانيد وضايا لسه دهو تطلع قاعد انتم لاحظتم من فطرة مع اجملها؟ يعني انا هو في النتيجة راح نفتي من القاعد بس هو لسه مسكين للقاعد يسويها؟ انا ايش؟ من جاهز عندي وبنيت عليها ايضا ايضا هاد المدارس الخارجية ابنية على رسس واصول فعندنا تكون قاعدة ابنية انتم ببرد على مدارس عشرات مهور اما هاد الشخص المعاصر هو الوحدي مثلا ضاعف شديد احنا يعني هذا لو سلمنا لو 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 يعني هذا الكل لو سلمنا له هذا الشي غير مسلا بعدها مشيخنا هاي امامكم قلة الورع والتقوى هاي مسلا ناقشناها قبل مرة هاي اللي هي بس انا حبت ننبه هنا انه ما نقرأ عن علمائنا الافاضي السابقين من كثرة عبادة حقيقة هي في الواقع موجودة ولا ينكر مثلها اضافة الكلام الحقيقينا له شوية طيب الان الشيخ رافع الى السؤال اذا جاوبتنا عليه الزوج انت ولا حالية اه اه نجوم لك واحدة ثالثة حالية حالية قصة؟ حالية قصة؟ اه اه الان اشي اعطيني فائدة واحدة لتقليد غير المذاهم الارفع يلا نعطيك مهن لواحدة ثانة شو؟ فائدة واحدة سبدا الشيخ وارحة اعطيني فائدة واحدة سبدا الشيخ تجعلنا نقلد غير المذاهم الارفع بس فائدة واحدة يعني الان طول الوقت عمار يصروا على ان ايش؟ بدنا نقلد غير المذاهم الارفع طب اعطيني فائدة واحد تعودوا علينا كمجتمع كمسلمين في تقليد غير المذاهم الارفع اه شيخ رافع عصرها يعني شكو ليش انت باستقلد احنا بتتبع ايش؟ يحنا يعني ماش؟ يعني مش فائدة هاي سوضا بالامة صح؟ هاي مش فائدة صح؟ هاي تشكيك بالاسلام تشكيك بالمسلمين صح؟ اذا اذا اتباع اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم اذا اصحاب المذاهب ليسوا متبعين وبالتالي الامة كانت ضالة فهذا تدمير للاسلام وتدمير للمسلمين هاي مش فائدة ضرر اعطيني خيشوف شيخ عيسى والله الشيخ عيسى نفسه رائع حاب انه يخده طيب تعالها يمنقشها شو رأى يكون فيها؟ على العكس الان الواحد يسيكمل دراسة ماجستير الدكتوراه وكذا بس يتكلم في مسألة يعني حتى لو كان فائدة حتى لو كان فائدة حتى لو كان فائدة في دراسة مستوى العالي بس ببقى انه بعرفيش مباحث منهجية علمية ببقى يطلع فبتجد كلامه دائما عادة افضل من كلام غيره اللي هو ما اطلع على مناهج علوم وقيود وترتباء الشاهد في الموضوع يا سيد الكريم انت الان اذا اردت ان تبحث في مسألة وكنت صاحب مذهب فقهي عندك منهجية علمية بحيث ترجع نكتب فقها وتفهمها وكيف نفرع وكيف نعرف المسائل الجديدة ونستنبضها ملين من خلال التخريج لكن ان لم يكن لك مذهب فقهي مثل ما حكينا لهم له شوية شو رح تعمل اول حديث بتلاقيه في الشارع بتطلع منه حكم هذا كيف منسوك فانت اصلا طاقت للبحث العلم الصحيح وانت اصلا عندك تحجر ليش عندك تحجر والله الاسلام اصبح عندك مقيد بفهم فلان المعاصر ترى والشيخ خالد بس بديش يحكي الاسم الشيخ خالد قال في الواقع في الواقع كل من يدعونا الى غير المذاهب الاربع هم يدعونا الى تقليد فلان من معاصرين بس وبدي يحملونا على شخص بس ما بتجرى يحكيها صريحة وتقول لا بنا نتبع السنة فجعل اتباع هذا الشخص السنة وبينما تبائمت السنة وبالتالي سيدي هل هذا هو البحث العلمي هل البحث العلمي ان ان انت تتكلم في الاحاديث من غير قواعد واصول هل البحث العلمي ان لا يكون عندك قدرة على فهم كتب الفقه هل البحث فالدعوة للاجتهاد المطلق هي دعوة للتجهيل والافساد العلمي بينما الدعوة ليش لتقليد المدى دعوة للاجتهاد والتفريع من قواعد واصول وتكلم اي دعوة علمية عندما تقلد الثورة طبو لا يصح نقل مذهبوا النا فكيف قلدته اذا انت جاهل ولا عالم بس تفسر الحديث كما حتى الشيخ رفع جمع شوية رفع الادين بين الركوع رفع الادين بين السجود صار يفعل ما يريد ثم ينسكوا ايش بحضرة المحث علمي فيها هذا هو التحجر وقمة التحجر والتعصر اصبحت تتكلم بجاهل لاجع عندك منهجية علمية في البحث لاجع معرفة الكتب وغيرها صحيح لاجع معرفة عندك اسباب بطرق الاجتهاد وكيفيته فهي دعوة للتجهيل طيب من عنده كلام الشيخ فراس عنده كلام تجد ان اضع بحضن اضع بحضن فائدة يسأل ان ادراك تعمل اضع بحضن اعشد طريق الطريق كمان في فائدة اربعة كمان في فائدة كمان في فائدة كما فائدة السير في هذا الطريق موافقة لفكر منحرف شائع وبالتالي سيحة شيخ جتلى بس تطبع كتب يندفع لك حج الملزم 150 دولار وبتوصل ل 300 دولار وتبني لبندك إيام من وراء طباعة الكتب وتحقيق كتب تخدم هذا الفكر وتصبح لك مكانة ومنزلة وشهرة ورواج وكذا لأنك توافق فكر إيش؟ يدفع عليه الفلوس كمان ممكن الإمام أو الشخص اللي بالوجه ممكن أنه يمشي معا هذا التيار عشان يكسبوا ثقةه وبعدين يجوم مدينة الملايب لأرباح عشان يكسبوا ثقة أولاً بعدين يغير بأفكار بس أنا ما أفكت على هذا الشيء نحن يعني لسنا يعني نحن هناك الطريق الوحيد الذي نسلكه هو الصدق مع الله عز وجل فأصلاً ما في عندنا قضية إيش؟ التلاعب والتلون وأمشي معاك أضحك عليك ثم أجيبك إلي لأن الله عز وجل مش أنا ناصر دين الله عز وجل الله هو الذي ينصر إيش؟ الله هو الذي ينصر فلسنا بحاجة لإشاعة الإسلام والدين للطرق إيش؟ الملتوية الملتوية والكذب والخدام الله أحق بدينه منا مش كوراً إيش؟ بتجوبنا على سؤالي بسؤال؟ عشان أمثالك من الفضلاء يتركن الفرشة ويصيروا أصحاب هم عالية ويصعوا في خدمة الدين لأنه لو لا قانون التدافع إن بيظهر لك في الأقضال وناس كفر وناس كده الإنسان ما بترتبع الناس ما بترتبع حمامهم إيش؟ في خدمة هذا الدين اللي بيظهر أثر فيما بعد مش للإسلام غير فهي ابتلاء من الله عز وجل ليش أرسل يهود عبد وضحهم في فلسطين؟ عشان المسلمين إيش؟ عشان المسلمين يفيقوا يصفوا بالتالي إحنا الآن أهل السنة معاقبين لحبنا للفراش للكسل والخمول الشديد إيش؟ عندنا فمثل ما سمعت يعني يا أحد الأخوة مرة بيحكي له بيحكي حال هؤلاء مثل الفيروسة لعبد له من العلاج فهذه الآن بالجسم فبتحتاج لمضادات وبتحتاج فهي بتحفز إيش؟ بتحفز الشخص يأخذ علاج ويتقوى لدفعها فأخصد هاي ابتلاءات من الله عندما يظهر مثل هذه الفرق التي تضل وتشوش على المسلمين حتى الناس يخرجوا من كسلهم في خدمتها وترتفع الهمم في خدمة هذا الدين وهذا التدابع وهذا التنازع يظهر الإسلام الآن التمسر وتوليتهم أمر المسلمين إذن إحنا الشرعيين لحد الآن مش قادرين نحدد موقفنا من الشريعة كيف نصل للحكم الشرعي كيف انتك من السياسي اللي يستق الحكم منا يكون عارف ما هنالك فالسياسي مثل ما نحنا مخربطين هو أيضا مخربط هو يظن مثل ما نحنا عامتنا يظن أن هؤلاء هم الدين خلينا أول شي نحنا الشرعيين ننصح فكرتنا الشرعية حتى تصح الفكرة الشرعية عند مين؟ عند المسؤول ثم لن يبقى أحد في المسالد يا سيدي مستد سيدي؟ بس أول شي خلينا نحنا إيه؟ صح فكرتنا بس لحظة الفترة كنت تحكيها مشيخنا يعني النقطة لا فائدة تعود علينا مولانا لا فائدة تعود علينا حقيقة مقصودة ما في فائدة إلا وحدة اللي هي إذا كنا نعتقد إذا كنا نعتقد لاحظوا الكلمة مشيخنا إذا كنا نعتقد أن هؤلاء الكبار الأوائل من أبي حنيفة والشافع ومالك وأحمد كانوا جهل أو فصار كانوا جهل أو فصار فالآن في فائدة في الاجتهاد المعاصر أما إن لم نعتقد أنهم جهل أو فصار لا يمكن تخرج فائدة ولذلك هذا الفكر المعاصر عندما ظهر حقيقة هم يسيئون الظنبهم يعتبر ما ورد له الحديث إذا هو جاهل أو هو مشكوك في دينه وهو يريد أن يستدرك عليه إلا إذا استثنيت الجهل والفسق لن تجد أي فائدة إيش يا شيخ في غير هذه المدارس إيش الأربعة إيش يا شيخ؟ في نفس المقبل خامسة أثنين في الدين والله والتقوى والحميد نحن لا نشكر في دين حالي ولا ورح والله الشيخ بس هو جهل حتى لو بلغ ما بلغ من الحديث وصغير اثلاب وصعيب اثلاب هو عنده دين هو ورح ولكن والله شيخ هو جهل يعني أنا شيخ قلصت في سعودية الشيخ مش قدد دين هو ورح حكيب هو في دين هو ورح ولكن والله شيخ جهل جهل حتى للأتباع يعني بالدين يقول من جعل غير الله ورسوله من أحبه ووافطه كان من أهل السنة والجماعة ومن خالتهم كان من أهل السنة والجماعة كان هذا من أهل الضبار ونفسه يزمي أن نجعل شخص صور إذا قلنا طولنا السنة ولكن الأتباع شيخ جهل والله مش طاعة ودين جهل حق رب لق وعوها يتوا صح تصديق لي كلامه تصديق لي كلامه واحد من الأتباع واحد من المعاصب ولكن يقولون شون فهمهم من الفقهاء الأربع للحرب ولكن يقولون شون فهمهم طيب الآن توحيد صحوب المسلمين يلا يا شيخ فراس كيف نتوحد صحوب المسلمين بدول مداهل فقية أربع الآن تجد أهل الهند كلهم متفقين عن مدى بحانب الأطراف متفقين عن الأدرسيين متفقين عن مدى بشاف صح صح متوحدين الجماعة وكويسين احنا طايع صحيح تعبنين جهل يعني اخذ وانتشار هذه الثقافة المدهبية جعلت انك حتى في البلاد فيها مدهبين وثلاثة صار عندهم توحد على القولين على ثلاثة لكن خروج مثل هذا الفكر فرق الإسلام والمسلمين كان أساس فرقة كبيرة حتى من يشيعون هذا الفكر تجدهم فيما بينهم يفترقون ويتنازعون ويكفر بعضهم البعض وا 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 اه يا شيخنا فاذا الطريق الطريق لتوحيد المسلمين هل نعمل مذهب خامس تعال شيخ مأمون الان نعمل مع بعضنا مذهب خامس ونقرر مع عضنا وياك الان مذهب راجع في بن المداهب الأربع انا وياك طلعنا مذهب ورجحنا بناء على قواعد القصول نفترض يعني وقلفنا وكذا وكذا وطلعنا انا وياك اتبعنا رح يتبعونا ميت عاقل مثلي ومثلك فيه غيرنا اصلا لو رحت عند الهنود او الاتراك ما حدا رحي ايش يلتفت اليك ولا يهتم اليك فالنتيجة اذا احنا عما نحفي الامة متفرقة على اربعة احنا جبنا واحد خامس صح بدل ما اربعة فرقناهم على مين على خامس فهل يمكن هنا السؤال هل يمكن جمع المسلمين على اختيار او مذهب جديد لا مستحيل فصار اي دعوة لفكر جديد او لمذهب جديد من زيادة التفرقة من زيادة التفرقة الان هذا انظروا الان هنا يقول الدجو له كلام جميل يقول على ان الناس لو اخذوا من القرآن والسنة كما يريد هؤلاء لما وقف بهم الاختلاف عند حد ولا اصبحت المذاهب كم يمشيخنا اربعة الاف بدل ايش اربع مذاهب اربعة الاف بدل اربع مذاهب طيب مين عنده زيادة على هذه الفكرة التي طرحناها من عنده زيادة على هذه الفكرة التي طرحناها شعراني الشعراني هذو مشهور الشافعيين السوفي الشعراني 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 ماذا؟ الشعراني الذي انا في المساق الصلاة النبي اذكر كلام الشعران هو الشعراني حكى ولو ادركنا ابو هنيفة الان وادرك ابو هنيفة هذه الاحاديثة في جمعة لجزمنا انه سيرجع المذاهب هذا كلام الشعران في ميزان الشريعة موجود ميش ميزان الشريعة؟ ميزان الكبرى ميزان الكبرى موجود في سبع صلاة النبي موجود هذا كلام في سبع صلاة النبي الشعراني في الحاشية يبع على الشعراني شو يوجيه الكلام؟ انا قرأته كمانا قرأته في نفس الميزان اه ماذا؟ الان سيد الشيخ يعني هذه المشكلة في عندك الملتقطة يعني اتلقطه هو صاحب بدعة الشخص بيكون معين صاحب بدعة وصاحب هوا فيذهب في الكتب ويبحث عن كل من صدر منه فكرة ايش؟ توافق هوا وينشرها وينشرها والذلك تجد يعني كثير من الكتب التي طبعت لان فيها جملة ولا جمتين توافق هذا الفكر المعاصر وجدناهم ايش؟ طبعوها واشاعوها وانتشر الشاهد في موضوعي الشاهد في موضوعي الآن ابو حنيفة اي كان هل في احد له العصمة؟ لا ممكن تصدر منه عبارات تكون غريبة وليست دقيقة علمية الآن تجد يعني ما عدرها في الكلمة لا نريد تجد كثير من الشافعية مثلا ما اطلعوا على مذهب سادتنا الحنفية ما اطلعوا على ادلتهم فيقولوا اي نعم الحنفية ولما عندهم مش دليل قولهم هذا راجع لانهم ما درسوا المدى بالحنفية وما عرفوا ادلتهم فبقوا يتناقلون جملة اه نحن عندنا ادلة لا تجد عند الحنفية بس من كان عالما كبيرا من الشافعية ومدقن وكذا يقبل مثل هذا الكلام؟ يرفضها مثل هذا الكلام يرفضه الشاهد الشعراني فاضل عالم كبير لكن هل كل ما يصدر منه اوكي اوكي اوكي؟ فهذه المقولة التي صدرت منه لعدم هو اطلاعه على المذهب الحنفية يعني ما صدرت على من هو اعلم منه اصلا يعني الشعراني فيها ما كان ضابطا ما كان متقنا فبالتالي هذه المقولة اللي صدرت منه مردودة لوجود شواهد مرت معنى ايش؟ تاريخية وهناك تواتر وهناك فكر وكذا وكذا يبين خطأها وعدم صحتها اصلا فلا نأتي ونتمسك ايش؟ نتمسك بها وصلت؟ فهو فيما قال مخطئ الآن الشعراني نأخذ منه الف مسألة اخرى نأخذ منه بس في هذه الفكرة ما كان محقق انا العبد الفقير ان كل يوم اعطيتكم عشر مسألة وانا لا اشعر بناء على معلومات عندي خطأ بس اعطيت في المقابل الف مسألة صحيحة هل لان احجيت مسألة خطأ ويرد كل ما قلت؟ بشر كلنا يقول ايش؟ يصيب ويخطب ففي بعض مسألة فالآن نجعل لقطها عشان تخدم ايش؟ فكرتنا ونجيبها ونوقفها ونجيب ثلاثة اربع اخطأ وتاريخيا في التاريخ وقالوا مثل هذه الفكرة لا تقبل لانه يوجد عندنا ما يعارضها من اشياء متواترة مستيد الشيخ فلا يضر مثل هذا ممكن يجب عن الكبار عن غيرهم عن غيرهم ايش؟ عن غيرهم اعطيت مقولة مثلا لسه مقولة الشعراني ولا حاجة بالنسبة ينقلون عن ابي يوسف في احاديث ايش؟ الاوقاء الوقف ابو حنيفة تعرفون في الوقف في الوقف ابو حنيفة يقول بعدم لزوم الوقف فينقل عن ابي يوسف يقول لو وقف ابو حنيفة على ما وقفنا عليه لرجع ما قال هاي نسميها نحن مقولة تاريخية الله أعلم بصحة عن ابي يوسف لو سلمنا بصحة عن ابي يوسف هي تعارض مسلمات العقول فلا نوافق عليها ولا نجد علماء المذهب في الداخل وافق عليها من جهة التطبيق ايش؟ امر اخر من تطبيق العمل فليست احاديث الوقف من الاشياء التي تخفى هذا باب فقهي مش حديث في سنة او مستحب مختفي هنا وهذا باب فاذا امام كبير يخفى عليه احاديث باب الابواب هذا ليس اماما اصلا هذا واحد اثنين ابو حنيفة نقل عنه انه حجة خمسين حجة عندما اجبره بني امية على القضاء ذهب الى مكة والمدينة وبقيت ست سنوات وكانت اوقاف الصحابة مشهورة لا تخفى الايام اي اوقاف سيدنا عثمان لهذا بيحكوا عنه ولو رصيد ولو حساب وكذا فكانت مشهورة جدا فاذا كان بسطاء الناس يعرفون ان ان الصحابة لهم اوقاف ابو حنيفة ما كان مطلع الصحابة لهم اوقاف وعندما نقرأ الروايات والطرق التاريخية في اوقاف فلان اوقاف فلان اوقاف فلان اوقاف فلان اوقاف فهذا ليس شيء مما يخفى لاحظت فنجد هناك نقل مقابل لو اردنا نستمر فيه نجد متواتر وشيء مسلم طب ليش ابو حنيفة ما حكى بلزوم الوقف لزوم الوقف هو اصلا مخالف للقياس وهو بحث عرفي وليس بحث نقل حديثي يعني انا صدرت مني عبارة ان هذا وقف طب الذي يحدد عبارة ان هذا وقف وليس وقف انه مجتمعيا نحن شائع بيننا الوقف ومعناه ان هذا اخرجته من ملكي وجعلته على ملك الله اذا كان في ثقافة بيئتي وثقافة مجتمعي هذا غير موجود وهي فترة اقتصادية فلا يكون ما يصدر مني من عبارات محمولة على انها ايش وقف وانما محمولة على استخدامنا العرفي على انني تصدقت بمنفعتها فعند ابي حنيفة كان الوقف هو تصدق بالمنفعة وبقاء العين على ملك الواقف فمشى فيها على ما هو شائع في مجتمعي وعرفي الان في مكة والمدينة نعم كان شاء عندهم بحيث تخرجهم من ملككة وتبقيه على ملك مين الله تعالى وبالتالي لا يجز لك الرجوع ما الدليل المتواتر من اقوال ابي حنيفة في ذلك ان ابو حنيفة ردوان في ظاهر الرواية عنه هو افتى في ظاهر الرواية لو قضى قاضي بان الوقف يلزم يلزم اذا ابو حنيفة كان يعرف بالوقف ويعرف انه اهل المدينة وغيره من المجددين يقلون بلزوم الوقف بحيث جعلها مسأل اختلاع ولو قضى قاضي قضاء القاضي رافع للخلاف هاي متواتر عن ابي حنيفة اما تلك رواية تاريخية عن ابي يوسف فجعل انه لازم فبالتالي طالما انه اجتهد اخر قال واعتبرنا قوله اذا هذا له ادلة وانه اش ادلة اذا كان هو مطلع على اقوال فقهة واختلافهم في الوقف وعلى ادلتهم وغير كذا وكذا وكذا لكن مع ذلك عرفه وثقافة مجتمعه ما كان عندهم وقف فكيف يقول بلزوم الفاظ عندهم في الوقف الله تعالى وكان المجتمع لا يستخدمها فسيحمل الناس ما لا يطيقون فيما بعد في زمن ابي يوسف ومحمد شاع الوقف ايضا في الكوفة فصار لازم والفتوى على قول مين ابي يوسف اقصد ان كنت صاحب فهم مستقيم تستطيع ان تحمل هذه العبارات التاريخية وتؤولها وتحملها على ما لا يخالف المنقول المتواتر بس انت صاحب هو بتروح بتلقطها عشان تهدم المداهب الحقية وصلت فترته وهذا ما نقول عن مين عن ابي يوسف يش يعني كتاب الميزان اصلا اجمالية بتجد قام بعمر جمع ما بين اقوال فقهة المداهب ما بين ايش ما بين الفتوى ساعدني وما بين التقوى يعني جاء للخلاف بين حنفيه و الشافعي قال هذا ذهب الى ما ذهب اليه اخذن بالفتوى هذا ذهب الى ما ذهب اليه على التقوى فجعل انه هذا هو ميزان الشريعة انه اخوال فقهة في المداهب الاربعة تدور بين تقوى و فتوى يا اثناء قيامه بهذه هذه الفترة وترتيبه جميل جدا وقع فيه اخطاء يعني نقولات وكلام نعم نعم فيها مشكلة وصلت يا سيدنا الشيخ على الشيخ رافي منتا بين تقوى و فتوى حتى العبارة ما قلها عنه في حق الامام الانيفة يعني لماذا لا تفق الكلام الامام الشافعي لوصع الانيفة ومذله الامام الانيفة سيتمع هذا الحاجة الان على طريقة وعلى اصوله وعلى الفترة اللي طرحت يا شيخ مأمون انه نحن حقيقة من عالم المشلة كبيرة ايش المشلة كبيرة انه بعض المعاصرين صنع فهما جديدا للدين واصبح يبحث ويلتقط في كل مكان لتأييد هذه الفترة الفاسدة التي مشى عليها لهذه مذاهب اهل السنة وتأييد ما كان يمشي عليك يعني انت يا عمي انا موافقة مش الشعران الشعراني الشعراني ها شيخ رافع الشعراني بتنقل عنه طب يمشي له على طريقه الشعران كان صوفي درويش طب ليش الصوفيين درويش ضالين طب ايش معنى احتاجت بكلام الشعراني انه بيخدم بصدر الشعراني كان شافعي ما عرف عنه خرج عن المذب الشافع انت لاحظت الفترة ايش بيحكيها الشعراني كان كذا تعالي عن اسلب مسلك الشعراني والخمس اخطاء اللي عند الشعراني نحن موافقينك عليها انت لاحظت فلا هو في برنامج اخر وفقط تلقيط وجمع طيب من عندك مان مدخل على هذا تفضل شيخ ايسر طبيعات تلقيط فلوف يتحرك فلوف يتحرك وغير من تطاول اللا ادب يعني لو نهج نهج اقل القليل لا يتطاولون على قيمة والله انا رأيت فيديو عن الوصب قبل ايام قبل شهر ايوم او ننزلها انه واحد يعني يشتم ويسب يعني هذا الخبيث هذا المندس الذي أفسد في هذه الأمة عن أبي حريفيتك واحد المسجد حكى عنه فاسق قيم العقلي اسمه هيت نسيت يعني كلام يعني أنت بتستحي تحكي عن كافة صاحب الآراء الفاسدة وصاحب الذي صنع عشقا في هذا الدين وكذا 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 وهو الآن من هدى المهتدين ما هذه تعال ايش يا فراشي عندك هشي والذين يفكرون طيب مين عنده أي استفسار ما شيخنا مين عنده كلام أنا أسبب اليوم هذا الموضوع حبيت نجلس معاه ونكلم فيه لأنه لحظته يعني المذاهب الدين محصول في هذه المذاهب هاي أسباب تقليد الله هاي أهميتها يعني إحنا بدونها إيش ضايعين حقيقة وهي الطريق والأسلوب اللي كان محفوظ الإسلام فيه خلال كل القرون السابقة وتركنا لها حقيقة هو كان ترك للدين بس بطريقة دكية من بعض يعني المعاصرين ها ايش؟ لو كان مذهب واحد فكان في حسر على المسلمين جدا جدا مش بس حسر لأنه يدعونا إلى مذهب واحد راح يكون في حسر لأنه ما في غيره سيدي أنت متصور الآن هم الآن منعوا من مذهب الفقهية وأرادوا مذهب لأنفسهم ماذا في النتيجة؟ كفروا الحكام جعلوا جماعات تقتل المسلمين لأنه ما فيه إلا رأي واحد صح؟ وقال له بعض الحكام كفروا وقال له من جهة وبعدها كمّل كما تعال في المسائل العبادات صار الدين أنا يعني بلاحظ جزء كبير من التديين صار مجموعة معقدة مجموعة معقدين لأنه هيئات وصور وصور عجيبة فيها تشدد إذا ما كنت هيئة معينة في اللباس هيئة معينة في اللحية هيئة معينة في كذا هيئة معينة في كذا يعني لا أريكم إلا ما أرى إذا ما كانش الأوصاف التي أنا راسمها ما عداها ضلال بس نحن نعرف أنه هنا خلاف الناس حتوا اللحية هي الناس حتوا الثوب هي الناس حتوا الطقي يعني ضلل في مجال نتفهم مع بعض ونوصل لأشي آخر طيب من عندكم أشي آخر ما شيخنا؟ كبير جداً كبير جداً أنا بفضل نقف عند الفرق بين التعصب والتمدي وبتمنوا إنه تقرؤوه وتأنه فيه يعني هذا موضوع جداً مش حاب نبدأ فيه حاب نناقشه الطريقة يعني متعنياً وبعدها إذا صح الحديث فهو مذهب المرة القادمة راح نناقشه إن شاء الله عز وجل ونهي الأمة عن تقليدهم راح نناقشه ورح نأخذ إيش بعدها؟ المدرسة الحديثية عند الحنفية إن شاء الله يعني هذا كله إن شاء الله بلت المحاضرة القادمة إيش؟ من نناقشه السنة المتواترة والمشهورة وكل هذي الأشياء عن ساعدتنا إيش؟ يعني لعنثرة مي بتوقع بلت المرة القادمة نستطيع كل هذا وأكثر يعني إن شاء الله نناقشه ترى هذا المادي يعني مهم جداً في تحديد البوصلة يعني مدخل هذا بريحنا كثير في الفقه هناك نأخذ فروع وكذا بس هناك نحددنا خلاص